ومن اسطنبول ينضم إلينا السيد أكتايل مازال كاتب والمحلل السياسي سيد أكتايل لماذا تصر إذن أنقرة على امتلاك S-400 الدفاعية بالرغم من العواقب التي تعرفها مسبقا؟ تحية طيبة مساء الخير في الحقيقة المسألة بالنسبة لتركيا بنظر التركيا بسيطة وواضحة جدا جدا لأن تركيا تحتاج لمثل هذه المنظومة المتطورة لحماية أجوائها ولم تستطيع الحصول من حلفائها الغربيين وحصلت من روسيا هذا هي فقط لماذا يزعج هذا الأمر حلفاء تركيا بل يعني تعزيز تركيا دفاعها بنفس الوقت يختم الناتو والفلاد المتحدة لأن حدود التركيا بنفس الوقت تعتبر حدود للناتو ولكن هناك طبعا اعتبارات أخرى سيد دكتاني دخول طائرات أو معدات عسكرية روسيا إلى الأراضيات التركية فهذا يشكل خطرا على الناتو فهل تغامر اليوم برأيك تركيا بعلاقتها مع الغارب مقابل S-400 الدفاعية إذن؟ يعني S-400 سيدة الكريمة في النهاية منظومة دفاعية منظومة جوية دفاعية والقول بأنها تخاطر المنظومات الغربية يعني فيها إشكال تركيا عرضت على حلفائها الغربيين تشكيل لجان تقنية للنظر بهذا الموضوع وهناك في سوريا S-400 روسية وكذلك طائرات إسرائيلية F-35 لم تحدث حتى الآن مشكلة وكذلك تركيا ستستخدم هذه المنظومات منفصلا عن المنظومات التابعة للناتو يعني تركيا لم تستطع الحصول لمثل هذه المنظومات المتطورة من الناتو واضطرت كما أكد اليوم وزير اتفاع التركي أن هذه المسألة مسألة اضطرارية نعم سيد أكتاي لو تحدثنا اقتصاديا الوضع الاقتصادي في تركيا ليس بالجيد هناك اليوم انخفاض طفيف ولو كان طفيفا نسبيا يعني في الليرة التركية ولهذا الموضوع أيضا ستكون هناك تبعات اقتصادية أليس كذلك سيد أكتاي نعم هناك تراجع طفيف في سعر الليرة التركية ولكن الصعوبات الاقتصادية في تركيا بدأت قبل أكثر من سنة أو سنتين وهناك أسباب أخرى أسباب داخلية وخارجية لا علاقة بشكل مباشر عن مسألة S400 لأن هذه مسألة الشهور وكذلك الخلافات التركية الأمريكية لا تنحصر على مسألة هذه المسألة هناك مسائل أخرى مهمة أكثر ربما أهمية مثل مسألة السورية مثل تسليح الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد هناك وما إلى ذلك من المسائل الخلافية كذلك مسألة الشرق المتوسط ولكن عندما كان الأمر يتعلق بقرار السيادي بالقرار الوطني السيادي وكذلك بحاجة تركيا إلى مثل هذه المنظومات وفي ظل هذه التطورات في المنطقة لأن تركيا تحت تهديد السوارخ يعني هناك سوارخ سورية إيران وما إلى ذلك تركيا سوف لن تنظر إلى تأثير هذه المسألة على الاقتصاد التركي ولكن هناك يعني نكتفي بهذا القدر أشكرك جزيلا شكر من إسطنبول ضيفنا سيد أكتاي الماز الكاتب المحل السياسي شكرا لك